موسيقى يا مساء الخير وأهلا بكم في عالم العالمين يوم جديد من مهرجان العالمين اللي في الحقيقة بيقدم لنا أنواع كتير جدا من الفنون والرياضة والترفيح في صورة مميزة على أرض العالمين الجديدة الحقيقة مهرجان العالمين الجديدة بيستمر في تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية اللي بتلبي جميع الأزواء جمهور المهرجان يستقبل النهاردة بالمنطقة الترفيهية عرض مميز جدا لفرقة الإسماعيلية بيعقبوا بعد كده عرض كمان لفرقة الحرية السكندرية العروض دي بتأتي ضمن فعاليات الأسبوع الرابع لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العالمين وده طبعا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت العروض اللي تقدمت في الأسبوع اللي فاتت في الحقيقة نجاح كبير جدا جدا وده اللي خلى المنظمين يزودوا عدد العروض وتقدمها على مدار الأسبوع ويمكن احنا شفنا الإقبال الكبير قوي من مرتدي المهرجان في خلال أيام الأسبوع عشان يستمتعوا بعروض وزارة الثقافة المهرجان كمان على المصرح الروماني بمدينة العالمين الجديدة احتضن الليلة صهرة غنائية كده خاصة جمعت خمس نجوم من موسيقى الراب في مصر مهرجان العالمين الجديدة بيشهد لأول مرة حفلة راب جماعية بتجمع خمس نجوم من أبرز فناني الراب وهم تورك وأرسنيك ونوبي ورف وزين في تاني ليلة من ليالي الموسيقى الشبابية ليلة الراب دي بتيجي في الحقيقة تحت مظلت سلسلة من حفلات الأندر جراون اللي بيحتضنها الموسم التاني من مهرجان العالمين بواقع حفلة أسبوعية وصهرة غنائية مميزة مساء كل يوم اتنين وهي بدأت في الأسبوع اللي فات بحفلة جمع تلت فرق غنائية هاي دام وكود مصر وحافظ وبستان ويمكن إحنا استمتعنا مع حضراتكم بنقل كده مقتطفات من الحفلة دي وشفنا الإقبال اللي كان حلوة قوي على حفلات وإحنا الحفلات دي وعارفين أن الناس كتير قوي مهتمة في الحقيقة بالأندر جراوند باندز والرابرز الراب والتراب في الحقيقة في مصر ليه رواق كبير قوي وليه مستمعين كتير جدا في الحقيقة الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين الجديدة أكدت كمان بقى نفاذ تذاكر المرحلة التانية من حفل عمر دياب في مهرجان العالمين يمكن إحنا من فترة نوهنا أنهما قالوا أن المرحلة الأولى خلصت في غضون ساعات من طرحها التذاكر وكمان المرحلة التانية التذاكر خلصت بالكامل وشاركة الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين البوستر الدعائي لحفل عمر دياب وعلقت عليه لكل محبي الهضب عمر دياب كل تذاكر المرحلة التانية خلصت ما تضيعش الوقت والحق احجز تذكارتك في المرحلة التالتة من التذاكر دلوقتي عشان تستمتع معانا بحضور واحدة من أقوى حفلات النسخة التانية من مهرجان العالمين الجديدة طبعا حفل الهضبة هيكون إن شاء الله يوم الجمعة 9 أغسطس وهيبدأ الساعة 10 بالليل وهيخلص الساعة 12 بعد منتصف الليل وهيقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه وكمان وصلت الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين عبر موقع فيسبوك الترويج للفعاليات والأنشطة المختلفة للمهرجان وكتب الحساب الرسمي 24 لعب من 8 جنسيات مختلفة جهزين انت جاهز يوم طبعا في بطولة الأمامية يوم الجمعة 23 أغسطس في مهرجان العالمين هنشوف صاحة قتال بين اللاعبين وكمان هيكون في فقرة خاصة هيغني فيها الدبل زوكش مستني إيه؟ جاهز نفسك وتعالى الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين كمان روجت النهاردة لمنافسات الموتور سبورتز واللي هتقام خلال النسخة التانية للمهرجان وكتب الحساب الرسمي للمهرجان على موقع فيسبوك قلبك جامد خليك جاهز ليوم كله تحدي في أقوى منافسات الموتور سبورتز في مهرجان العالمين يوم 10 أغسطس ما تفوتش الفرصة جمد قلبك وتعالى نعيش سباق للي قلبهم جامد بس الحقيقة مهرجان العالمين بيهتم بالألعاب الرياضية احنا النهاردة تكلمنا يمكن على الرعب والأندر جراوند بانز وفعاليات وزارة الثقافة والموتور سبورتز وكمان بقى ما نسيوش الشباب المبدعين جدا في حتة الإي سبورتز أو الجايمينج والألعاب الإلكترونية المهرجان هيشهد السنة دي حدث في الحقيقة هو استثنائي مع انطلاق نسخة إنسوميا إيجبت الصيفية في المدينة أو المدينة التراثية لكل عشاء الألعاب لتجربة لا تنسى مليئة بالإصارة والتحدي إنسوميا إيجبت بيعتبر أكبر مهرجان للألعاب وبيقدم تجربة فريدة من نوعها بتجمع ما بين أفضل الألعاب والتكنولوجيا المتطورة والفعاليات الترفهية وبتقام فعالياته في الفترة من 15 والغاية 17 أغسطس الجاري المهرجان كمان بيقدم تجربة شاملة بمجموعة متنوعة من أبرز الألعاب ومطوري الألعاب ومسابقات كثير والعروض الموسيقية والاسكيب رومز واللي بيخليه حدث ما يتفوتش لكل عشاء الألعاب والعائلات على حد سواء أبرز ما بيميز إنسوميا إيجبت أنها في الحقيقة بتحتوي على ألعاب متنوعة جدا ومسابقات مصيرة وسط فعاليات الترفهية مهرجان إنسوميا أكبر مهرجان للألعاب في المملكة المتحدة بأكتر من 70 نسخة تم إطلاقه في مصر سنة 2018 إنسوميا إيجبت وهي مصابقات بتستهدف اللاعبين المحترفين اللي بيدوروا على التحدي فيه المصابقات اللي من نوع ده وبتنافس فيها اللاعبين على الأطول فترة ممكنة داخل اللعبة الأمر اللي بيتطلب منهم تركيز عالي جدا وقدرة على التحمل وتساهم ألعاب طبعا إنسوميا إيجبت في نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية وتطوير صناعة الألعاب المحلية وذي فرصة في الحقيقة خليني أقول ذهبية لكل الناس اللي بيحبوا الألعاب الإلكترونية في المنطقة عمتا إنهم يجربوا أجواء فريدة منها المهرجان بيقدم وجبة مختلفة ومتنوعة لكل أفراد الأسرة اللي عايز إي جيمينج موجود، اللي عايز ألعاب إلكترونية موجود، الإسكيب رومز موجود اللي عايز يحضر حفلة للأندر جراونز موجود اللي عايز يحضر حفلة كده يستمتع ويتسلطن بالموسيقى والطرب الأصيل القديم المصري موجود اللي عايز يسمع يعني البوب ستارز وأشهر النجوم في الوطن العربي موجود الفعاليات الثقافية، مهرجان نبتة للأطفال كل حاجة على مدار الأسبوع متقسمة بحرفية في الحقيقة شديدة جدا جدا وكل حاجة بتحصل على أرض المهرجان ليها مغزة وليها معنى إحنا النهاردة عندنا أحلى شواطئ في العالم وعندنا شواطئ لازم نستغل وجوده، لازم نروح وندعم النوع ده من السياحة وبالفعل إحنا النهاردة بنتكلم يعني القاتلات كلها والفنادق كلها في العالمين الجديدة رفع شعار كامل العدد، فالنهاردة السياحة في تطور مستمر النوع ده من المهرجانات مهم جدا والعالم كله بيتبنى إحنا في الحقيقة من تاني نسخة أبدعنا فيه وتفوقنا والنهاردة إحنا بنشوف مصر بطريقة تانية لسه مكملين معاكم الفعاليات المختلفة من مهرجان العالمين اللي ما بتنتهيش